أخبارك إيه؟ كل فل إيه الأخبار؟ تمام الحمد مالك شكتك مخدود؟ لا مش مخدود عادي عامل إيه؟ كله تمام اسمك إيه؟ عمر كم سنة؟ 23 23 آخر مرة أعدت في مطعم غالي كان إمتى؟ من شهر مصر من شهر دفعت في كام؟ كله 600 600 دفعت تبسة دي إيه؟ وأنا دفعتش تبسة بس هو الفكرة أن كنت طالب أكل زيادة لقيته بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن فيه إكسترا فلوس على الموضوع ده وانت قلت له كام قال لي 120 ترايح مديل الفيزا وها وعلى الله بقى اللي حصل إيه؟ دفعت يعني؟ أه طب عايز أقول لك حاجة إحنا ليه؟ ليه دايماً بنبخل على الناس البسيطة يعني مثلاً نروح نفاصل مع واحد بتاعتين شوكي أشد الحاجة لتنين جنيه ونفاصل معه وغيرهم بقى واحد بتاعتين شوكي طالعين وطول الليل والنهار في الشمس ونيجي برضو نفاصل معه على كلام فارغ بالرغم إن إحنا ممكن ندفع فلوس في أماكن زي ما إنت دفعتك يعني إن إنت تفاصل مع تاعتين شوكي وكده؟ أي حد غلبان ما يعني بص أنا بصراحة ببقى شايف إن هو مسلاً لما بتيجي تدي تبسل مكان نظيف أو حاجة يعني بيبقى أنت أقعد مع ناس وبتاعت ناس مضافة أنت إشتادي عن تزاف أرغة والله مظاهر يعني؟ آه هي بتبقى مظاهر والله تشغيل دماغ تشغيل دماغ يعني بيحس إن هو اللي تقامه وبيشكل دماغه عليه ولا أنا مش حد مش يتدحك علي يعني زي ما إحنا كنا بنقول بتوع مظاهر آه ما هي بتوع مظاهر أقول لي دفعت كام جوه لواحدك سعر؟ لا معي حب دفعت كام؟ دائماً ربعمائة جنيه ودفعت تبسا قد إيه؟ حوالي عشرين ربعمائة جنيه وعشرين يعني ربعمائة وعشرين طب في سؤال كده دائماً بنتراحه وجائه في دماغي ليه بنستنصح على الناس الغلابة؟ يعني لو لقينا حد بيبيح حاجة بسيطة نفصل معاه في جنيه واتنين جنيه بالرغم إن إحنا بممكن نوعد في مكان غالي وندفع فلوس قد كده لا هو الفكرة إن إحنا طالما هندفع في مكان غالي هندفع للناس البسيطة بس أنا عارف ناس كتير بتعمل الحركة دي إن هي فهلوة منها وستنصاح أي حاجة أنت بتعملها هي لله داخل بنزينة، رايح مطعم، تشتري من الشارع أنا واحد من الناس مش فاكر إن أنا جبت قلبة ملاديل فعرابيت قبل كده بس تنى إن أنا شوف حد في الشارع عجيب منه قلبة الملاديل لإن هي بالنسباله ممكن تكون أكل النهارده بالنسباله سائل فل، سائل جميل، إيه الأخبار؟ الحمد لله دمان آخر مرة عدت في مطعم غالي كان أمتى أو كافية؟ حوالي أسبوع تقريباً مطعم إيه؟ مطعم سمت دفعت كام؟ أولا كان 280 و 27 تبس يعني 300 جنيه بتفصل مع الناس الغلابة والناس البسيطة في الشارع؟ لا الناس دي ما ينفعش ما ينفعش نفصل معها يعني حرام يوم كده كده أصلاً الحياة غالية وصعبة فلازم نراعي الناس الغلابة شوفت أحد بيعمل كده؟ آه بشوف ساعات تقولهم إيه؟ اللهم يتقوا ربنا في الغلابة بالذات يعني لأن الناس دي بتحاول أن هي تجرى على أكل عيشها بالحلال وحياتها بسيطة وفي احتياج لأي جنيه طبعاً يعني نخلي برنا من غلابة السلام عليكم كيف حالت الباشا؟ ازايك يا رجل يا طيب؟ عملاب على الباشا الأخبار؟ الحمد لله باشا تمام والله متين في آخر موسمة؟ بكامل واحدة؟ فيه بثلاثة وفيه باثنين ساعاتك فيه بثلاثة وفيه باثنين يعني لو خدنا منك عشرين واحدة هتدهلنا بكام؟ من غير أي حال الله يكرمك انت راجل كريم لكن احنا عايزين ندفع فلوس بس عايزين نخفض شوية هناخذ منك الواحدة بجنيه لح تبرك من غير أي حال ساعات الرئيس موافق؟ موافق من غير أي حال والله فيه ناس بتيجي تفاصل معك؟ طبعا ما ساعاتك باشا نشكتر خار الناس ساعاتك يعني فيه ناس بتيجي تفاصل تفاصل على كام يعني؟ بيفاصل عشان نص جنيه ولا جنيه والنص جنيه ده يعني بينزلوا بكل رادي ولا تتدايق جواك؟ ساعاتك أنا أفضل مغزا روبا جنيه يفرق معايا في الأفض روبا جنيه يفرق معاك؟ اه لأن الأفض اللي مكون فيه 8 حباية 260 جنيه أبيحها بكمل الزبون اه يعني فيه ناس بتيجي تفاصل معاك؟ يعني فيه ناس بتيجي تفاصل معاك؟ وبتشتري فيه ناس كمان بتفصلوا وبتشتريش؟ ايوه ياه ما كتير حضرتها ايه اللي بيحصل فكر موقف؟ ايوه لا عاد يا باشا ايوه ايوه ما حديثمShin حباية؟ ايوه ايوه ايه ايوه ايوه اردنا من الآخراسة ايوه ايوه اردنا من الآخراسة ايوه اردنا من الآخراسة حسنا اردنا كيف حالك؟ سأنا اخذه العنى لم أعرف intents منه بكام؟ لا أعرف ما نقوله أديني بـ 20 بـ 20 جنيه أمـل عشري واحدة ؟ لا 20 جنيه يا أخي أعمل إيه بـ 20 أنا أعمل ضايت يعني أنه لوحدة بـ 2 جنيه يقولك طيب أدينها 10 كويس أدينها 8 كويس ربنا أفتحها عليه طيب هتفصل معها ؟ لا أفصل معها ربنا وواقف الشمس وربنا أكرمه بيقولك أن يفصل معه إلى 0.5 جنيه أو جنيه والله يحصل في ظروف الواحد اللي ربنا مقدره يعني ما شوف واحد تعبان زاداله هو حتى العشرة ممكن ادي له 12 لو ربنا اقدره في الناس اللي بتجي لك يا حاج الناس اللي بتجي لك بتكون حالتها المادية عاملت ازاي ناس غلابة ولا ناس معاه فلوس تباسة بوسط الناس كلها والله الله اعلم بظروف الناس اللي بيجي يفاصل معاك في منهم ناس معاه فلوس في سعادتك اللي بيفاصل قول معاك فلوس شفت بقى كلام الرجل عاملت ازاي مش كله زي بعض طبعا مش كله زي بعض طبعا احنا بش منعامل طبعا مش كلهم يعمل بزاس بغضية اه في طبعات ناس المغدى محترم تبتطى اكتر بزياد لو حد جلق غلبان بتعمل مع ايه انا لو خد العربية كلهم غلبان على البيزال عسل اه ايب انتك دراجل عشرة اللي بيجي يملك كل ربنا سبحانه وتعالفاش خدبتن حاج وقالي بقى وانت بتقشر التين كده تقول ايه لناس اللي بتيجي تفاصل معاك نص جنيه والجنيه لا بقاش اقول لهم ربنا يتولاك بما عرفته اوه لذا الفاصل ده ساعاتك لا بيخدش حاجة وبعد تلاقي الناس بتوعد عالعربية زي ما يكون واحد يتربينه لما يأخذك الشبات عالعربية ولكن التنامين هنا والتنامين هنا والتنامين هنا بينار يعني ايه فارغ من ده من ده يعني موكل واح ساعاتك اه لو هو مصرر عبزي اخذ التناجي خلاشي بياخذ التناجي بالرغم الناس اللي ممكن تعتفى مكان غالي ويدفعوا يعني تبس برقم كبير يا باشا والله 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 وحاج لاله ان الله بحاج بفاصل غير الناس اللي معافلوه والله العظيم الرجل القلباني المقدر بفاصل مش كل الناس لا باشا فيه طبعات ناس محترمة جدا 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 طيب احنا عايزين ناكل تيم من ادك الحلوين دول بقى يالله بينا سنحاسب تحت لمر كداشي يالله بينا